أنتم تستمعون الآن إلى ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس الشاعر أملد قل مقتل كليب الوصايا العشر فنظر كليب حواليه وتحسر وذرف دمعة وتعبر ورأى عبدا واقفا فقال له أريد منك يا عبد الخير قبل أن تسلبني أن تسحبني إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير لأكتب وصيتي إلى أخي الأمير سالم الزير فأوصيه بأولادي وفلذ ذكبدي فسحبه العبد إلى قرب البلاطة والرمح غارس في ظاهره والدم يقطر من جنبه فغمس كليب إصبعه في الدم وخط على البلاط وأنشأ يقول قصة الأمير سالم الزير القصيدة الأولى لا تصالح لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك حسكما فجأة بالرجولة هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه الصمت مبتسمين لتأني بأمكما وكأنكما ما تزالان طفلين تلك الطمأنينة الأبدية بينكما إن سيفان سيفك صوتان صوتك إنك إن مت للبيت رب وللطفل أب هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخ تلبس فوق دمائي ثيابا مترزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تسكل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأس برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك عيناه عين أخيك هل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك سيقولون جئناك كي تحكن الدم جئناك كن يا أمير الحكم سيقولون ها نحن أبناء عم قل لهم أنهم لم يراعوا العمومة في من هلك واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك لا تصالح ولو حرمتك الرقاد صرخات الندامة وتذكر إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة أن بنت أخيك اليمامة زهرة تتسربل في سنوات الصبا بثياب الحداد كنت إن عدت تعد على درج القصر تمسك ساقي عند نزولي فأرفعها وهي ضاحكة فوق ظهر الجواد ها هي الآن صامتة حرمتها يد الغدر من كلمات أبيها ارتداء الثياب الجديدة من أن يكون لها ذات يوم أخ من أب يتبسم في عرسها وتعود إليه إذا الزوج أغضبها وإذا زارها يتسابق أحفاده نحو أحضانه لينال الهدايا ويلهو بلحيته وهو مستسلم ويشد العمامة لا تصالح فما ذنب تلك اليمامة لترى العش محترقا فجأة وهي تجلس فوق الرماد لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة كيف تخطو على جسة ابن أبيك وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف فالدم الآن صار وساما وشارة لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة إن عرشك سيف وسيفك زيف إن لم تزم بذؤابته لحظات الشرف واستتبت الطرف لا تصالح ولو قال من مال عند الخصام ما بنا طاقة لامتشاق الحسام عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيانة يخرس لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها كيف تصبح فارسها في الغرام كيف ترجو غدا لوليد ينام كيف تحلم أو تتغنى بمستقبل لغلام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام واروي قلبك بالدم واروي التراب المقدس واروي أسلافك الراقدين إلى أن ترد عليك العظام لا تصالح ولو نشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة إنه ليس سأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة يوقد النار شاملة يطلب الثأر يستولد الحق من أضلع المستحيل لا تصالح ولو قيل إن التصالح حيلة إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالدت عليها الفصول ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة لا تصالح ولو حذرتك النجوم ورمى لك كاهنها بالنبأ كنت أغفر لو أنني مت ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ لم أكن غازيا لم أكن أتسلل قرب مضاربهم أو أحوم وراء التخوم لم أمد يدا لثمار الكروم أرض بستانهم لم أطأ لم يصح قائلي بي انتبه كان يمشي معي ثم صفحني ثم سار قليلا ولكنه في الغصون اختبأ فجأة ثقبتني قشعريرة بين ضلعين واهتز قلبي كفقاعة وانفثأ وتحاملت حتى احتملت على ساعدي فرأيت ابن عمي الزنيم واقفا يتشفى بوجه لئيم لم يكن في يدي حربة أو سلاح قديم لم يكن غير غيظي الذي يتشك الضمأ لا تصالح إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة النجوم لميقاتها والطيور لأصواتها والرمال لذراتها والقتيل لطفلته الناظرة كل شيء تحطم في لحظة عابرة الصبا بهجة الأهل صوت الحصان التعرف بالضيف همهمة القلب حين يرى برعما في الحديقة يذوي الصلاة لكي ينزل المطر الموسمي مراوغة القلب حين يرى طائر الموت وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة كل شيء تحطم في نزوة فاجرة والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته ليس أمهر مني ليقتلني باستدارته الماكرة لا تصالح فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب ولا تنتقص والذي اغتالني محض لص صرق الأرض من بين عيني والصمت يطلق تحكته الساخرة لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق عينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ لا تصالح فليس سوى أن تريد أن تفارس هذا الزمان المجيد وسواك المسوخ لا تصالح لا تصالح نوفمبر تشرين الثاني ألف وتسعمائة وستة سبعون أقوال اليمامة فلما جاءته الوفود ساعية إلى الصلح قال لهم الأمير سالم أصالحوا إذا صالحت اليمامة فقصدت إلى اليمامة أمها الجليلة ومن معها من نساء سادات القبيلة فدخلنا إليها وسلمنا جميعا عليها وقبلت الجليلة بنتها وقالت أما كفى فلقد هلكت رجالنا وساءت أحوالنا وماتت فرساننا وأبطالنا فأجابتها اليمامة أنا لا أصالح ولو لم يبق منا أحد يقدر أن يكافح أبي لا مزيد أريد أبي عند بوابة القصر فوق حصان الحقيقة منتصبا من جديد ولا أطلب المستحيل ولكنه العدل هل يرث الأرض إلا بنوها وهل تتناسى البساتين من سكنوها وهل تتنكر أغصانها للجذور لأن الجذور تهاجر في الاتجاه المعاكس هل تترنم قيثارة الصمت إلا إذا عادت القوس تذرع أو تارها العصيبة والصدر حتى متى يحتمل أن يحبس القلب قلب الذي يشبه الطائر الدموي الشريد هي الشمس تلك التي تطلع الآن أم إنها العين عين القتيل التي تتأمل شاخصة دمه يتسرسب شيئا فشيئا ويغطر شيئا فشيئا فتطلع من كل بقعة دم فم كرمزي وزهرة شر وكفان قابضتان على منجل من حديد هي الشمس أم أنها التاج هذا الذي يتنقل فوق الرؤوس إلى أن يعود إلى مفرق الفارس العربي الشهيد أقول لكم أيها الناس كونوا أناسا هي النار وهي اللسان الذي يتكلم بالحق إن الجروح يطهرها الكي والسيف وصكله الكير والخبز ينضجه الواج لا تدخلوا مع مدانية الماء بل مع مدانية النار كونوا لها الحطب المشتهى والقلوب الحجارة كونوا إلى أن تعود السماوات زرقاء والصحراء بتولا تسير عليها النجوم محملة بسلال الورود أقول لكم لا نهاية للدم هل في المدينة يضرب بالبوق ثم يظل الجنود على سرير النوم هل يرفع الفخ من ساحة الحقل كي تطمئن العصافير إن الحمام المطوق ليس يقدم بيضته للثعابين حتى يسود السلام فكيف أقدم رأس أبي ثمنا من يطالبني أن أقدم رأس أبي ثمنا لتمر القوافل آمنة وتبيع بسوق دمشق حريرا من الهند أسلحة من بخارة وتبتاع من بيت جالال العبيد مراث اليمامة صار مراثنا في يد الغرباء وصارت سيوف العدو سقوف منازلنا نحن عباد شمس يشير بأوراقه نحو أروقة الظل إن التويج الذي يتطاول يخرق هامته السقف يخرط قامته السيف إن التويج الذي يتطاول يسقط في دمه المنسكب يستقي بعد خيل الأجانب من ماء آبارنا صوف حملاننا لا يلتف إلا على مغزل الجزية النار لا تتوهج بين مضاربنا بالعيون الخفيضة نستقبل الطيف أبكارنا ثيبات وأولادنا للفراش وضراهمنا فوق صورة الملك المغتصد أياد الصبايا الحنائن تضم على صدره نصف ثوب وتبقى عيون كليب مسمرة في شواش الجنائن أسائل من للصغار الذين يطيرون كالنحل فوق التلال ومن للعذار اللواتي جعلنا القلوب قوائر تحفظ رائحة البرتقال من سيروض مهر الخيال ومن سيضمد في آخر الصيد جرح الغزال ومن للرجال إذا كلما نسب القوم فانسكبت في خدود الرمال دموع السؤال بنات أبي الزاهرات الصغيرات يسألنني لم أبكي أبي ويبكين مثلي ويخلدن للنوم حين أغالب دمعي وأروي لهن الحكاية عن الملك النسر والملك الثعلب فإن نمنا جاء أبي ليهز الأراجيح يلمس وجنتهن ويعطي لهن اللعب ويمضي وعناه مسبلتان وساقاه تشتكيان التعب أبي ظامئ يا رجال أريق له الدمك يرتوي وصب له جرعة جرعة في الفؤاد الذي يكتوي عسى دمه المتسرب بين عروق النباتات بين الرمال يعود له قطرة قطرة فيعود له الزمن الممطوي خصومة قلبي مع الله ليس سواه أبي أخذ الملك سيفا لسيف فهل يؤخذ الملك منه اغتيالا هل تنزع التاج إلا اليدان المباركتان وهل هان ناموسه في البرية حتى يتوج لص بما سرقته يداه خصومة قلبي مع الله إنني أنزه سهم منيته أن يجيء من الخلف إن الذي يطلق السهم ليس هو القوس بل قلب صاحبه والذي يجعل النفس تستقبل الموت راضية نبلواه به فأنا أرفض الموت غدرا فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به هل تكون وكان أصابعه بصامات الخطاه خصومة قلبي مع الله ليس سواه كليب يموت ككلب تصادفه في الفلاه إذن فلماذا كسى وجهه الصورة الآدمية هل كرم الله إنسانه مات من مات كلبا فأين إذن ذهب الآدمي الذي قد براه خصومة قلبي مع الله قلبي صغير كفستقة الحزن لكنه في الموازين أثقل من كفة الموت هل عارف الموت فقد أبيه هل اغترف الماء جدول الدمع هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكاه ورماه خصومة قلبي مع الله أين وريث أبي ذهب الملك لكن لسم أبي حق أن يتناقله ابنه عنه فكيف يموت أبي مرتين أيتها الأنجم المتلونة الوجه قولي له قد سلبت حياتين أبك حياة ورد حياه خصومة قلبي مع الله هذا الكمال الذي خلق الله هيئته فكسى العظم باللحم ها هو جسما يعود له دون رأس فهل تتقبل بوابة الغيب ما شابه العيب أم أن وجه العدالة أن يرجع الشلو للأصل أن يرجع البعد للقبل أن ينهض الجسد المتمزق مكتمل الظل حتى يعود إلى الله متحدا في بهاه يجيء أخي هل عباءته الريح هل سيفه البرق هل يتمنطق فوق جواد السحاب يجيء أخي غافلا عن كتاب المواريث عن دمه الملكي عن الصولجان الذي صار مقبضه العاج رأس غراب يجيء أخي كان يعرف القلب أقذف تفاحة يتصد لها وهو يطحنها بالركاب هي الخطأ البشري الذي حرم النفس فردوسها الأول المستطاب أثني فأقذف تفاحة تستقر على رأس حربته أيها الوطن المستدير الذي تسقب الحرب عزرته بالحراب وتفاحة تتلقفها يده هي جوهرة الملك جوهرة العدل جوهرة الحب فالحب آب قلوب سلاثية شارة الزمن القادم المستجاب قفوا يا شباب لمن جاء من رحم الغيب خاض بساقيه في بركة الدم لم يتناثر عليه الرشاش ولم تبدو شائبة في الثياب قفوا للهلال الذي يستدير ليصبح هالات نور على كل وجه وباب قفوا يا شباب كليب يعود كعنقاء قد أحرقت ريشها لتظل الحقيقة أبها وترجع حلتها في سنة الشمس أزهى وتفرد أجنحة الغد فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب إشارات تاريخية البسوس هي المرأة التي أثارت الفتنة بين قيس وأشعلت الحرب أربعين سنة وأثارت بني بكر على بني تغلب وحملت اسمها الملحمة وهي كما تقول الرواية شاعرة عجوز من عجائب الزمن ذات مكر واحتيال وخداع وكان لها أربعة أسماء سعاج تاج بخت هند والبسوس وهي أخت الملك حسان اليماني الذي قتله الأمير كليب من أجل ابن تعمه وخطيبته الجليلة كليب بن ربيعة اسمه وائل وكليب لقبه نشأ في حجر أبيه ودرب على الحرب ثم تولى قيادة الجيش لبكر وتغلب زمن فكان ليث الصدام وزينة الليالي كما تقول الرواية جليلة بنت مرة شاعرة ابنة عم كليب وزوجته التي أنجبت له سبع بنات وولدا بعد موته هو الهجرس البطل المنتقم لأبيه وبعد مقتل زوجها كليب على يد أخيها جساس خرجت من تغلب وتنقلت مع بني شيبان قومها مدة حروبهم حتى ماتت اليمامة كبرى بنات كليب تقول الرواية أنها رفضت الدية في أبيها وكانت تقول أنا لا أصالح حتى يقوم والدي ونراه راكبا يريد لقاءكم وقد اختصمت مع أمها لأنها أخت قاتل كليب حتى رحلت الجليلة مع قومها جساس ابن مرة ابن عم لكليب وقاتله بعد أن نجحت البسوس التي أقامت في ضيافته في أن تسير الفتن بأن أمرت عبيدها أن يطلق ناقتها الجرباء ترعى في البستان المعروف بحي كليب وتدمر الأشجار والأسوار حتى أمر كليب بذبح الناقة ويقال أن جساسا هو آخر قتيل في حرب البسوس التي استمرت منذ مقتل كليب وحتى مصرع جساس أربعين عاما المهلهل بن ربيعة هو سالم الملقب بالزير أو أبو ليلة المهلهل الكبير أخو كليب وبطل السيرة والملحمة يصفه الرواه بالأسد الكرار والبطل المغوار صاحب الأشعار البديعة والوقائع المهولة المريعة عندما أعلنته اليمامة وصية أبيها قال إني لا أصالح إلى الأبد ما دامت روحي في هذا الجسد تذييل حاولت أن أقدم في هذه المجموعة حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة عن طريق رؤيا معاصرة وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربي القتيل أو للأرض العربية السليبة التي تريد أن تعود إلى الحياة مرة أخرى ولا نرى سبيلا لعودتها أو بالأحرى لإعادتها إلا بالدم وبالدم وحده وهذه المجموعة عبارة عن قصائد مختلفة استحضرت شخصيات الحرب وجعلت كل منها يدلي بشهادته التاريخية حول رؤيته الخاصة ومن الطبيعي أن يكون لكل من هذه الشخصيات شهادتها المختلفة عن شهادة الأخرى لقد استحضرت الملك كليب نفسه في ساعاته الأخيرة وأدلت اليمامة التي كانت ترفض الصلحة بشهادتها وكذلك فعل المهلهل الذي قاد الحرب انتقاما له وقدمت شهادة جساس مع تبريراته لجريمته ثم شهادة جليله بنت مر الممزقة بين البطلين زوجها وأخيها ثم أتيت بشهادات لبعض الشخصيات التي تلعب دورا معلقا على الأحداث أمل دونقل عن مجلة آفاق عربية 1981 والديوان بصورته الأخيرة هذه يحتوي على شهادتين أو قصيدتين فقط هما الوصايا العشر وأقوال اليمامة ومراثيها وقد كتبت قصائده ما بين 1976 إلى 1977 أما الشهادات أو القصائد الأخرى التي تحدث عنها أمل فقد ظلت تتبدل وتتغير يوما بعد آخر رافضة الوصول إلى حل يقنع الشاعر باكتمالها النهائي ذلك على الرغم من اكتمال أجزاء كثيرة منها في ذاكرة الشاعر الذي لا يسجل قصيدته على الورق إلا بعد أن يقتنع باكتمالها الأخير ومات أمل قبل أن تكتمل شهادته أو قصائده في ذهنه المبدع وقبل أن يقنع ذهنه المبدع بصيغة إبداعية أخيرة وقبل أن ينتقم الزير لمقتل يخيه كليب وقبل أن تضع الحرب أوزارها لتظل الرؤية باحثة عن حل يكتمل في الإبداع أو يتحقق في الواقع